اشتركوا في القناة مؤيد حميدي والذي قتل في شهر يوليو الماضي بمدينة التربة التابعة لمحافظة تعز إلى ذلك أعلن الوفد الحكومي وصول المفاوضات مع مليشي الحوث بشأن فتح الطرقات بمدينة تعز إلى طريق المسدود أشر رئيس الوفد الحكومي في مفاوضة فتح الطرق عبد الكريم شيبان إلى أنه يمكن فتح طريق المدينة قريبا إذا تكسفت الضغوط الدولية على الحوثيين متهما المليشيا باستخدام هذا الملف الإنساني وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية شدد شايبان على ضرورة فتح الطرق الرئيسية في تعز قائلا إن على المجتمع الدولي أن لا يكيل بمكيالينة وأن يعرف أن هناك ملايين البشر محاصرون داخل المدينة ويعانون بفعل الحسار الحوثي من جهتهم نظم مئات المواطنين وقفة احتجاجية بمديرية حيس في محافظة الحديدة للمطالبة بفتح طريق حيس الجراحي منددين باستمرار إغلاقه من قبل ميليشيا الحوثي شدد المحتجون في الوقفة التي شارك فيها المحافظ حسن طاهر على تحرك الأمم المتحدة وبعتاتها لمراقبة اتفاق ستوكهولم وتحمل مسؤولياتها في الضغط على الحوثيين وإرغامهم على سرعة فتح الطريق وكل الطرقات وفي مقدمتها مدينة تعز أشهد المشاركون بموقف القوات المشتركة واستعدادها لفتح الطريق من جانب واحد مؤكدين أن فتح هذا الطريق دون قيد أو شرط يعد مطلباً إنسانياً لا يقبل المماطلة أو التسويف أو الاستغلال السياسي على صعيدنا أخر دعا حلفون قبلي بمحافظة لحج السلطات إلى فتح تحقيق سريع وعاجل في ملابسات وفاة شاب تحت التعذيب في أحد سجون قوات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي ندد حلف قبائل وأبناء الحوطة واتوباً في بيان له بحادثة وفاة محمد جمال شهاب البلغ من العمر 35 عاماً بعد أيام من اعتقاله من قبل جنود في اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي شددا على ضرورة اتخاذ الحكومة والسلطات بمحافظة لحج اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجريمة لمنع تكرارها معبراً عن أسفه لوفاة الشاب بهذه الطريقة التي وصفها بالبشعة والخارج عن نطاق الدين والدولة والأخلاق والإنسانية سياسياً بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن تام ليندر كينغ مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أخرى التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أكد قرقاش خلال اللقاء في أبوظبي أهمية الجهود التي تقودها السعودية في إشارة إلى مفاوضاتها مع الحوثيين من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعيتها الإنسانية ذو في وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها إلى اليمن تام ليندر كينغ يقوم بزيارة للمنطقة لدفع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في البلاد نهاية الموجز شكراً على حصن المتابعة اشتركوا في القناة